من أهلها أو من أخواتها إلى طرق وسلوكيات مليئة بالأنانية حتى أنهم يفضلون فلانا وزوجها وأولادها على بنتهم فلانا وفلانا وزوجها ويصنعون من هذه السلوكيات مرض الأنانية بطريقة غريبة وطريقة عجيبة لدرجة أن بعض الأزواج أصبح ربما لا يذهب إلى بيت أهل زوجته بسبب هذا الأمر خصوصا بعض النساء عندما تكون هي وحيدة الوالدين أعانها الله عز وجل على بعض السلوكيات فربما تفقد متعتها مع زوجها بسبب أمها بسبب أبيها بسبب ارتباطها بإخوانها بأن الحمل عليها كله لا شك أن أقول لهذه المرأة شكرا لك وبارك الله فيك وبيض الله وجهك ولكن أيضا في نفس الوقت لماذا لا نعينها يعني تشوفون أختكم طول وقتها مع أمكم طول وقتها مع أبوكم طيب وينكم أنتم هي البقية وهنا عندنا مرض سلوكي حقيقة يعني ما يليق جدا وهو نوع من أنواع الأهمال سوف نتكلم عنه بعد قليل إذا وجدت أن أحد يغطي مني هذا المكان خلاص أتركه بالكلية طيب حصلت أخوي قائم بأبوي قائم بأمي خلاص ولا أحد يسأل خلاص رافعوا كما يقولون أيديهم وأوقاتهم وكل شيء الله إذا أخير ما هو مقصر الله إذا أخير ما هو مقصر طيب لا أنت وإش دوركم أنت وينكم أنت طيب أخذكم هذه قائم أبوكم طول الوقت طيب وأنت وينكم بعد سنوات ترى ترون التأثير كم مرت علي أنا من قضايا رجال طلبوا الطلاق قال ما أعيب على المرأة في شيء لكن المرأة مو حولي المرأة مو أبمعي أنا متزوجها لكنها مسيطر عليها من أهلها طيب هذا السلوك أيها الأهل لماذا لا يكون لكم فيه دور أنتم